انا اتخذت قرار وهو اتخذ قرار النهاردة ان احنا نرجع تاني مشاهبات عدل وعلاق عشان كده عنوانا للفقرة النهاردة هي اتخاذ القرار خليني اراحب بضيف وضيفكم اللي وحيشت على المصاد الشخصي واللي جنني في خلال شهر نص قدرعي مش عارف احصل له اختفى دكتور عادل مرزوق سيشان حسانه هنا الحمدلله على السلامة ازاك يا بكتور ايه الغبط طويلة اني كيف الحياة مش عارف انت حال كنت بتستعد لي ولا اه 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 بس تعد ولا خوفت المشغبات القت المشغبات النهاردة احراب دكتاني معنا استشاري تنماز اتيا وقدريت اقولت ايه اه حساسية ومنع والله العظيم اعصى متخدش علي يدين تبقى صعب يعني والله حساسية ومنع طيب محمد راشد سيطر عادة شفت بص كبسولة عاملالك كلام لأ او عشان انت بقى لك كتير مش معايا اه طبعا شفت بقى البعض على القلب البعض على عين بيبيدي على القلب لا لا ازاي دكتور عادل مرزوق استشاري التنماز اتيا وندرية بس انا اتعلم بحاجة انا بقى حرك لازم تكون متجد معايا كتير عشان تستطيع تفكيري تاني اه صح كده مش عايز اقولك ده انا كنت بكل اعتى اقول ايه كنت عادل مرزوق استشاري التنماز اتيا وندرية شفت بقى انا رجعت تاني اه عشان مرجعتها تاني ما تثبت اتخاذ القرار تمام يبقى قصة اتخاذ القرار اتخاذ القرار هي الفكرة ان القرار بالنسبة لنا في حياتنا شيء مهم واحنا طبعا كل يوم في حياتنا بناخد مجموعة من القرارات منها قرارات صغارة جدا وبسيطة يومية زي مثلا قلبس ايه وانزل ازاي واخد انا طريق والف من الدائري ولا لا او او قرارات حتمية كبيرة زي مثلا هافتح مشروع لا هسافر لا هعمل او قرارات مؤسسات او دول او منشآت او شركات زي ان هنفتح فرع هنجيب شريحة جديدة لا هنوقف الحظر لا هنكمل الحظر لا هنقلل الوقت لا هنخفف الاجراءات كلها مجموعة من القرارات احنا اصلا عايشين في حياتنا ما هي الا مجموعة قرارات متكاملة تمام فده يعتبر اهمية القرار في حياتنا انه هو بالنسبة لنا شيء مهم وضروري واحنا نحتاجينه على المستوى الشخصي فلازم ندرك بقى ازاي يعني نعرف ناخد قرار صحي بس انا استنتجت من كلامك انا فيه قرار يخصك بصفة شخصية وفيه قرارك بتاخده بيخص المجموعة اه طبعا يعني انت لما تيجو تقولي قرار الحظر ده اللي بياخد القرار هو بياخد قرار يخص اللي حواليه نا هي القرارات فيه قرارات فردية طبعا القرار بيختلف اهميته قرار بيختلف اهميته لعدة عوامل منظن هذه العوامل هي توابع القرار ستنعكس على كم من البشر يعني مثلا انا ممكن اخد قرار فردي نشرب ايه النهاردة واكل ايه فده منعكس علي انا ممكن اخد قرار بالانفصال او واحدة تاخد قرار بالانفصلي او جزء فهو منعكس عليها وعلى الجزءها وعلى الاولاد فبالتبعية كل ما انا في مؤسسة مثلا خدت قراري وليكن حضرتك خدت قرار تصحى ساعة متأخر ده قرار فردي انما وزير مثلا قرر ان احنا هنفتح المؤسسات ساعة متأخر فده قرار سينعكس على عدد كبير المنظفين وبالتبعية هنعكس على جودة الخدمة لعدد من الليين من البشر في خطوات لاتخذ القرار اكيد طبعا في خطوات المفروض لو احنا بنتكلم على قرار لمؤسسة او منظمة او هيئة بنتكلم في اتناشر خطوة ومن اختزلهم على المستوى الفردي في سبع خطوات تمام ممكن نعد عليهم سريعا واذا لحيق الوقت نتكلم في حاجة منهم اوكي ما كانش نبقى نكمل فقرات جهة تمام اول حاجة ودي كتير من الناس بتجهلها ان انا لازم اشكل فريق عمل لاتخاذ القرار تمام ودي على المستوى المؤسسي مش على المستوى الفردي يعني بمعنى ادق مش بالضرورة ان انا مريد بأزمة ان انا اخد انا القرار او مجلس الادارة ياخد القرار لأ المفروض انا بشكل فريق عمل ياخد القرار تمام فريق العمل ده له اختصاصات وفي بعض الشروط منها لا علاقة بالاختصاص بتاع اللي هياخد القرار ولها علاقة بالمنالتي او العقلية بتاعت الناس اللي هياخد القرار فريق عمل ياخد القرار او لا بياخد رأي الناس في القرار لأ انا بشكل فريقي الاول ايوا عشان في الاخر هيدرس المشكلة عشان هيطلع بقرار تمام اوكي فانا شكلت الفريق تمام دي اول حاجة وهنبقى نتكلم في الشروط للتشكيل الفريق وازاي بتشكل تمام تاني حاجة بحدد له ايه هو المستهدف بتاعه الابجيكتف زلوية لازم يوصل له الهدف اللي احنا هزين نطلع من ايه بالقرار ده تاني حاجة لازم احط له وقت محدد عشان انت عارف ان مثلا في دايما ازمة يقولك كل حاجة تعمل لها لجنة مثلا فاللجنة دي ممكن طوات سنين يعني تمام فالفكرة كلها لانت شكلت فريق عمل تحدد له وقت محدد يقدر يشتغر عليه تمام حددت المستهدف في الوقت تروح للمرحلة الثالثة هي مرحلة تجميع البيانات تمام ومرحلة التجميع البيانات لما نبقى نتكلم فيها بالتفصيل هي من الموقت المهمة جدا جدا وللأسف كتير من الناس بتعمل اسكيب على الحت دي اول ما تقابله مشكلة يشوف ايه الاسباب ويحط حلول المفروض الاول جمع بيانات ومعلومات كتير جدا عن الموضوع اللي انت بتتكلم فيه عشان تعرف تاخد كرار صح تمام المعلومات دي لها اشتراطات لها اربع شروط عشان اعرف اخد معلامات صح وفي نفس الوقت فيه ثلاث اشتراطات لقلية جمع المعلومات ده بالنسبة لمرحلة تجمع المعلومات يعني مرحلة مفصلة او انا بتكلم على الخطوات وبك كانا بنتكلم عنهم بالتفصيل تمام الخطوة الرابعة بعد ما اجمعت البيانات انا لس اصبق احل البيانات تمام لان انا احكيب عندي معلومات كتير كتير طب في الاخر انا عايز اعرف يعني مثلا عند عدد الحالات قد إيه مثلا ما ضوزة الحضانات طب نفتح ونفتحش طب إحنا عندنا كم حضانة موجودين في كم منطقة عندنا كم ولد فيها فجمع عدد معلومات وبدأ أعمل عملية تحليل وأنمسس للمعلومات وبرضه فيه آليات كده ممكن نبقى نتكلم فيها بالتفصيل إزاي أعمل تحليل معلومات شعرها في خطرات صحة حيل بعد ما أعمل عملية تحليل معلومات أبدأ أرصد الأسباب أرصد إيه هي الأسباب بتاعت المشكلة وفي حالة رصد الأسباب برضو لما نبقى نتكلم فيها بالتفصيل هنتكلم في اسلوب كده اسمه عظمة السمكة اللي هو بنحط الهدف السبب الرئيسي ومنه أسباب فرعية والأسباب الفرعية يطلع منه أسباب فرعية تانية وبرضه بنتعلم إزاي أدي قوة أو درجة أو وزن نسبي للسبب لأن مش كل الأسباب بنفس الوزن يعني فيه سبب بيبقى وزنه تقيل قوي في المشكلة اللي موجودة وفيه سبب بيبقى وزنه خفيف نعم أوكي حطينا الأسباب نبدأ بقى بعد كده نحط معايير للاختيار لاختيار الحلول والبداية أبدأ أحط معايير الأول أنا قريدي عايز قراري يفرق معايا في إيه حتى لو على المستوى الفردي يعني مثلا أنا قدامي فرصتين ثلاثة إن أنا أسافر بره فقدامي عقد واثنين وثلاثة طيب أنا عايز مثلا العقد اللي التكلفة فيه حلوة عايز مثلا الشركة اللي ممكن تديني صفر رايح جاي طيران عايز الشركة اللي ممكن تديني فرصة عامل استخدام للزوجة فبحط المعايير اللي إذا توفرت في القرار معين أو في اتخاذ جاعة معين هيخد القرار فبدأ أحط المعايير مع الوزن الناس بليها وبيبقى لها مصفوفة كده ودي ممكن تخد لها حلقة الواحدة أوكي حطينا المعايير يا ده ليه علاقة قبل لما يبقى بتاخد قرار رأي أكتر من قرار قد ما كنت تاخد فيه أه بتيجي تحط حضرتك بعد ما رصدت المشكلة أكيد بنبدأ نحط معايير عشان نحط البدايل بقى تمام لأن الخطوة اللي بعدها هي وضع البدايل والاختيار تمام طب أنا أختار بنيان عليه تمام أنا أوكي بقى عندي أربع خمس بدايل إحنا مثلا نسي قعدنا درسنا مع بعض كماجلس إدارة عندنا مشكلة في الشركة أو عندنا مشكلة في الوزارة أفترك بحاجة تمام إنت عملت كده معي بس هبقى أوكي كان فيه أكتر من قرار وجيت أخد رأيك فجيبنا الورقة وعملناها وفي الأخير خدمنا القرار جميل صح جيد لكن ده السبب إن أنا أعز قدام الكاميرا دلوقتي أنت السبب أنت السبب رقم سبعة فجينا قعدنا مثلا في الشركة عملنا عصف زهني فحركة طلعة بحل وفلان طلعة بحل ثلانة أربع خمس حلول هنبدأ نختار القرار الصح هنختار القرار الصح بناء على إيه بناء على المعايير اللي هنحطناها تمام دقيقة يعني إيه الاختبار يعني أنت خدت حل مش الصح إنك تنزل تنفذه بصورة مباشرة بصورة قوية بكل طاقتك يعني مثلا أنت قررت تنزل بالمنتج ده طب ما تنزل بمئة علبة تجرب الدنيا تقس السوق بعشر خطوط بلاش تنزل بمئة خط قررت تفتح طب ما تفتح قاعة واحدة وتجرب فيها الدنيا قبل ما تفتح كذا قررت ترفع الحظرة طب ترفع عن بعض الفئات وقالي الكذا فتعمل عملية تيست واختبار للقرار اللي أنت هتقل بص أنت فتحت موضوع كل آيتمز دائما أنت بتعمل معي بدور الرجل أنت كل آيتمز فيهم أو كل باند فيهم محتاج نفرد له حلقات وحلقات تمام فإحنا النهاردة إدينا أوتلاين السبع السبع خطوات للتخاذ القرار صحي كبه بحسر دي الباقي سريعا ومش أشرح تمام أوكي خلاص أنا اختبرت بعد ما أنا قريدي اختبرت يعني عملت اختيار للقرار أنا هبدأ اختبر الحل هبدأ في مرحلة التنفيذ هبدأ نفذ الحل بعد ما هنفذ الحل هدخل في الخطوة اللي بعدها هي عملية التقييم والمتابعة تمام هقيم متابعة إزاي بناء على الخطوة اللي بعدها هي معايير للتقييم أنا بقيم بناء على معايير أنا حاططها إزاي أقيم وفي الآخر تحقيق البدايل يعني بمعنى أدق لو فرضا أن الاختيار مش هو ده الاختيار الأمثل وما جب ليش النتاج اللي أنا عايزها من خلال المتابعة والتقييم أبدأ أختار بديل آخر بدل القرار اللي أنا خد هاي دول الاثناشر هنفردهم بعد كده بالتفصيل الممل في كل حالة نبتدي نتكلم بالتفصيل الممل وأعتقد أننا نحن الآن في أشد الحاجة أننا ناخد قرارات بس ناخد قرارات صائبة ونحن بعد كده أبقى سألك إزاي ناخد قرارات صائبة ومش قرارات خطيئة جميل المشاخبات النهاردة كانت سريعة شوية وده جزء من المشاخبات بس هو كمان عشان يبقى عارف أنه لما يبعيد عليين أشكرك دكتور عادي المرزوق استشاري التنمية الزيتية والإدارية وإن شاء الله تعالى سلسالة حلقات نراجع على المشاخبات التاري إن شاء الله شكرا دكتور عادي رحمان الرحيم لو تفتكروا إحنا الحالة اللي فاتت تكلمنا عن دور وسائل التواصل الاجتماعي والإعلاب في مشكلة فيروس كورونا النهاردة هنتكلم عن موضوع يخص التواصل الاجتماعي حال التواصل الاجتماعي ليه دور في اتخاذ القرار وخاصة سلطر وإن إحنا النهاردة تتكلمنا على حادة اتخاذ القرار جات الفكرة بتاعت الإنوان بتاعت المقدمة بتاعت النهاردة من اللي حصل في خلال الأسبوعين ثلاثة اللي فاتهم وزير التربية والتعليم دكتور طريق شاوي وأنا عايز أحييه لما أجيه أخد قرار امتحنت السنوية العامة الدنيا هاجت وهاصت في فيسبوك لأ ما داخدش القرار وإزاي وعيان هيتعبوا ومش هيتعبوا وطلع وساعتها هو طلع قال أنا مش همشي وراء وسائل التواصل الاجتماعي والغريب في الأمر إن كان في أول يوم في المتحانسة العامة إلى أهالي نزلوا اللي هما كانوا معترضين وخايفين على أولادهم من فيروس كورونا الناس كلها نزلت الشارع توصل ولادها وده يعلمنا حاجة الناس للقيادات ما ينفعش تاخد القرار النتيجة للمؤثر بتاع وسائل التواصل الاجتماعي بالعكس الوزارة تانية جي أخد قرار من حوالي شهر شهر ونص وكان متحمس جدا للقرار وقالي القرار في وسائل الإعلام هم الناس حاجت عليه وإزاي تاخد القرار ده ومتاخدش القرار ده الغريب في الأمر إن هو بعدها بس بعيد نبتدي يعرف قراره لأ وعمل حاجة لازي جدا قالك إحنا نعمل منصة ونبتدي ناخد رأي الناس في القرار فطبعا بالتأكيد لما يبتع ياخد رأي الناس في القرار طبعا شاف العجب والغريب في الأمر إن هو مشي وراء قرار الناس هو من إمتى النهاردة القيادة بياخد قراره من رأي الناس ومن وسائل التواصل الاجتماعي ده كلام مش صح لإن إحنا لو هناخد قرار ده من وسائل التواصل الاجتماعي هنعمل حاجة بسطة جدا خلاص إحنا يجي رئيس الوزراء رحو أخذ القرار بتاعه وخلاص وياخد رأي الناس والنهاردة رئيس الوزراء أنا لازم أحييه من هنا هو لما جي أخد قرار إعادة الفتح سوى كان الأهاوي أو صلاة الجيم خد رأي الناس ما خدش رأي الناس أنت قرارك بتاعك أنت مش الوزارة بمعنى آخر المهاردة أنا لما أجعب تحصيلات الجيم أو أفتح الأهاوي أو أفتح دور الحضرات قرارك بتاعك مش عايز تروح ما تروحش عايز تروح ما تروحش هو القرار التاخذ أهب السلطة ساحب القرار فأنا بس لفت نظري الحاجتين اللي كانوا عكس بعض وزير مبصش لوسائل التواصل الاجتماعه وخد قراره كان صح ووزير تاني لأبص الوسائل التواصل الاجتماعه وكانت محزلة بقى وابتدى يحصل تشاجب وتناحر مش كده إحنا حتى بنتكلم على حتة 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 التخاذ القرار الحاجة التانية عايز أتكلم على الحاجة أجابية عايزة أن يبقى بتاعنا النهاردة شباب زي الورد وزي الفل ابتدى ياخد من أول الأزمة ابتدوا يعملوا مجموعات وابتدوا يتعاملوا مع الأزمة بشكل مختلف خالص ابتدوا يرصدوا مين الحالات وابتدوا يتواصلوا معها وابتدوا يوفروا لها نبيب أكسجين وابتدوا يوفروا لها الدواء عن طريق النهار بتاع الدايرة وابتدوا يعني ابتدوا يوفروا لهم الأكل الشباب ده هو كان بقادة بحث من أستاذ أمات حمدي ده إحد سكان المساكن الأمرية وحتى هما بيسموا الحملة معا ضد ضد المشاكل ومعا ضد أي حاجة ييد بييد أنا عايز أشكرهم بالنيابة عنكم هما من سكان الأمرية أحد سكان المحطة الشعبية وقالهم دايما متجددين في الخير ودايما أصحاب حلول ودي حاجة مضيئة من ضمن الأجابات بتاع الفيروس كورونا موسيقى موسيقى